وطالبات الصف التاني عددي بنحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم للصف التاني عددي النهاردة معادنا مع يونة how to do well how to do well how to do well how to do well in your work ازاي تأدي اداء كويس في شغلك how to do well at your school في مدرستك وهكذا. المدرسة حلقتنا احنا اتعرف الاول على على كلمات الجديدة عندنا الاول كلمة brain يعني مع بعض كده brain brain is an organ in your body ده عضو في الجسم again مرة تانية brain اللي هو المخ also we have another word which is recipe ياريت ننتقها مع بعض كلنا كده recipe وصفة طعام او وصفة اهكل ما بقولهاش recipe لأ recipe label عارفين القصاصة اللي هي بتبقى موجودة على التيشرت او على اي منتج label nuts again nuts مكسرات nuts على فكرة الامريكان الوقتي احيانا كلمة nuts بعد نتس او بمعنى مجنون nuts nervous again نقول مع بعض nervous biogram باسم او شكل توضيحي biogram to relax to relax relax بمعنى يسترخي is a verb so it's called relax relax يعني يسترخي be be نحلى be stick 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 بقى نتعرف مع بعض بعد ما خلصنا اهم الفوكابز اللي عندنا نتعرف مع بعض on how to congratulate people to congratulate people ان احنا ازاي نهني الناس when there is an occasion اما يكون حد عنده مناسبة معينة the first day someone passed an exam حد نجح في متحان او any other occasion good occasion مناسبة كويسة how to congratulate him ازاي بينهني هنستخدم the expressions التعبيرات اللي معانا في التابل في الجدول ده زي مسلا نقول it was really good او that was really good ده كان شيء كويس اوي that's a great achievement نعرف ان نذاكر برضو كلمة achievement معنى انجاز ده كان انجاز عظيم نقول مع بعض that's a great achievement well done well done احسنت ممكن كمان نقول congratulations well done طب واحدة طبخة كويسة بتطبخ كويسة نقول لها you are an excellent cook انت طبخة كويسة you are an excellent cook ممكن نقول you are an excellent teacher you are an excellent student this is how to congratulate people ازاي نهني الناس قلنا نقول التعبيرات مع بعض مرة تانية الحاجات دي هنساعدنا في حل الديالوج المحاجسة اقول it was really good that's a great achievement ده انجاز عظيم well done congratulations you are an excellent cook you are an excellent teacher and so on يلا بقى هناخد مع بعض النهاردة في الgrammar حاجة اسمها giving advice giving advice بمعنى اعطاء النصيحة how to advise someone على فكرة ما بجاء اقولها ينصح اقولها انا عايز بس اوضح لكم الفارق بين كلمة advise و advise ببصوا مع بعض كده advise as a verb ده ده الverb معناه ينصح advise لكن نصيحة advise advise with c في النط اما بجانطة بقول لقولة advise التانية بقولها advise وناخد بالنا كمان ان advise uncountable noun اسم لا يعد يعني مفيش حاجة ما ينفعش اقول an advice يعني ما ينفعش اقول i gave احمد an advice طيب اما اجا حولها لو انا حبيت احولها اسمي يعد ممكن اقولها ازاي ممكن اقول i gave احمد a piece of advice يبقى انا كده حولتها هي برضو معناها هنا نصيحة a piece of advice بس المرة دي حولتها اسمي يعد يبقى كلمة advice uncountable noun ما ينفعش اقول an advice لكن ممكن اقول a piece of advice تمام لان كلمة advice زما قلنا uncountable noun يلا بقى نشوف مع بعض how to ask for advice ازاي اطلب نصيحة من حد يعني انا في موقف معين عندي مشكلة i want someone to give me i wanna someone to advise me عايز حد ينصحني اقول له ايه واللي هينصحني ده هيقول لي ايه تعا نشوفها من خلال التابل الجدوى اللي معنا دلوقتي to give advice الاول to ask about advice ممكن اقول what should i do اما اطلب نصيحة من حد اقول له what should i do اعمل ايه يقول لي مثلا you should المفروض ان انت تعمل كذا او you shouldn't المفروض ما تعملش كذا should i برضو هل يجب ان انا اعمل كذا دي طريقة تانية لطلب النصيحة اقول should i يعني هقول لك مثال لو قلت مسلا should i take this medicine يعني هل انا المفروض اخد الدواء ده should i do my homework هل المفروض ان انا اعمل واجب بتاعي should i study my lessons هل المفروض ان انا زاكر دروسي يبقى هنا i'm asking for advice يعني بطلب نصيحة من حد ممكن برضو استخدم الاخير ده ان انا اقول can you give me some advice ينفع حط كلمة advice قبل some ايوة ينفع لان احنا قلنا كلمة advice uncountable noun اسم لا يوعد ممكن قلنا بقى في النصيحة study me you should او you shouldn't او if i wear you لو انا مكانك i would كذا واكمل الجملة طب عايز اوريكم مسال كده في محادسة حد بيطلب نصيحة نبص مع بعض كده لو انا قلت مسلا واحد بيقول i am not good at english انا انا مش شاطر في الانجليش what should i do اعمل ايه حد بيطلب نصيحة بيقول i'm not good at english what should i do بيطلب نصيحة بيقول اعمل ايه نقول له ايه ننصحه ازاي بيقول i'm not good at english حازين نعتبر ده سؤال محادسة جاي لنا بيقول i'm not good at english انا مش شاطر في الانجليش what should i do اعمل ايه يا ترى ننصحه نقول له ايه طبعا احنا هنستخدم اي expression من التعبيرات اللي احنا قلناها يعني مسلا ممكن اقول له you should you should اه مسلا take a course المفروض تاخد a course in english تاخد course in english you should take a course in english طيب ممكن نعملها بطريقة تانية ممكن اقول you should ask your teacher for help يعني اطلب مساعدة من مدرس بتاعك خليه هو يساعدك يبقى احنا هنا نصحناه باستخدم كلمة you should يبقى اما يجي حد يطلب نصيحة اه ما جينا نطلب نصيحة قلنا what should i do لكن لما جينا ننصحه قلنا له you should يعني طب حد تاني بيقول مسلا i'm tired انا تعبين ننصحه نقول له ايه نقول له you should go to bed المفروض ان انت تنام او تخش وترتاح you should go to bed you should relax وهكذا يبقى اما انصح حد استخدم you should او استخدم you shouldn't حد بيدخن مسلا اقول له you shouldn't smoke المفروض ما تدخنش حد بيضيع وقته اقول له you shouldn't waste your time المفروض ما تضيعش وقتك يبقى باستخدم you should you shouldn't ممكن استخدم كمان الاكسبريشن اللي احنا قلناه اللي هو if i wear you عايز برضو يوريكو في مثال كلمة if i wear you هوريك برضو محادسة كده حد بيقول واحد بقول انا مريض جدا انا تعبين جدا مريض what should i do اعمل ايه what should i do طب ده هننصحه نقول له ايه هو طالب مني نصيحة بدأ بيقول what should i do انا انصحه اقول له ممكن اقول له مثلا اه if i wear you لو انا مكانك i'd see a doctor هروح لدكتور if i wear you i'd see a doctor انا مقصود بكلمة see a doctor اشوف دكتور معناها ان انا اروح لدكتور يعني if i wear you i'd see a doctor ممكن اقول if i wear you لو انا مكانك i wouldn't ممكن هستطدم wouldn't i wouldn't stay up late لو انا مكانك ما اصهرش الوقت متأخر بالليت ده برضو ممكن يكون سبب خلا تعبان ممكن اقول له if i wear you i wouldn't لو انا مكانك مش هدخن مش هشرب سجاير يبقى اما يكون someone is asking me for advice بيطلب منه نصيحة هستخدم التعبيرات اللي احنا قلناها اقول له you should you shouldn't if i wear you i would لو انا مكانك اعمل كذا او if i wear you i wouldn't لو انا مكانك ما اعملش كذا مفي تعبيرات تانية كتير ممكن نستخدم برضو كلمة ممكن اقول له i advise you too انا بنصحك ان انت تعمل كذا ممكن اقول له برضو you better يعني you had better من الافضل او الاحسن you had better كذا اقول you had better مثلا go to bed early الاحسن انت تنم بدري وهكذا يبقى this is how to ask for advice ازاي نطلب نصيحة and how to give advice وازاي نقدم نصيحة يلا بقى نشوف مع بعض محادثة كده على موضوع ال asking and giving for advice احمد بيقول my stomach hurts معدتي بتوقعني تقلمني what should i do اعمل ايه سلمة شوف قالت له ايه قالت له you should see a doctor لازم تروح للدكتور you should see a doctor عندي برضو عالي بيقول should i write my name on my paper هل المفروض اكتب اسمي على الورقة بتاعتي على الورقة الاجابة نقول yes you should ايوه المفروض تكتب الورقة يبقى لو بدأ السؤال should i اقول له yes you should يبقى عرفنا دلوقتي ازاي بنطلب نصيحة وازاي بنرد على النصيحة المفروض بقى نعرف نحلها في اي سؤال محادثة يجي لنا تعالوا نشوف مع بعض some language notes عندنا كده بعض فروق الكلمات عايزين نشوفها مع بعض كلمة advice احنا قلنا من شوية uncountable noun اسم لا يعد اما قل he gave me some useful advice اداني نصيحة مفيدة او بعض النصائح المفيدة ينفع اقولها advices ازاو ادلاس لا غلط ينفع اقول an advice لا برضو ما ينفعش انا ممكن اجيب قبلها some او ان انا اقول a piece of advice وممكن اجمع a piece اقولها pieces of advice لكن ما ينفعش اقول advices ما ينفعش اقول an advice لان زي ما قلنا ان كلمة advice uncountable noun اسم لا يعد كمان عندنا في language notes كلمة a ten minute break a ten minute break is a compound adjective صفة مركبة تعال نشوف المثال ده الاول كده بيقول you should take a ten minute break between lessons المفروض تاخد عشر دقائق راحة between lessons بين الحسس لحظه اخد بالك كوي a ten وبعدين فيه شرطة minute وبعدين كلمة break ما ينفعش اقول هتجيلك في الاختياري هتشوفها كتير قوي في الاسئلة هيقول لك a ten minute ولا minutes بالاس ولا minute ويحط اللي ابوستروفي اس لا هي minute بس طالما قلت a ten minute break دي اسمها compound adjective صفة مركبة حتديك مثال تاني شبهها برده كده عشان تفهم يعني ايه compound adjective صفة مركبة يعني مثلا لو قلت كلمة break معناها شقاعة ten شرطة year old girl معناها بنت شقاعة عمرها عشر سنوات ما قولش اسمها compound adjective اما يقول لي برضو a ten minute break يعني تاخد فسحة لمدة عشر دقائق طيب عندنا كمان too many sweets ده too many sweets sweets الحلوى او الحلويات ده اسم جمع فاجيب قابليها too many تعال نشوف المثال ده الاول لما اقول you shouldn't eat too many sweets المفروض متاكلش حلويات كتير اوي يعني واحد مثلا بيقول لي i have got a stomach trouble عندي واجع في معدتي انا انصح اقول له ايه اقول له you shouldn't eat too many sweets متاكلش حلويات كتير اوي اما كون انا عندي المعلومة دي انه بيأكل حلويات كتير اقول له you shouldn't eat too many sweets too many sweets يبقى ناخد بالنا ان كلمة sweets يجي قابليها too many طب عايز بس افرق لكم بين كلمة too many and too much امتى تبقى too many وامتى اقول too much هي على فكرة too too بس الاول كده لازم نبقى عارفين انها بتدي معنى حاجة something which exceeds limits مثلا يعني حاجة زيادة عن اللزوم اوي too many معناها كثير جدا جدا much برضو كثير بتيجي مع الاسماء التي لها تقعد وبيجي قبلها too يبقى معناها كثير اوي اوي مع الاسماء التي تقعد يعني مثلا ممكن اقول too many too many people ناس كثير جدا جدا too many boys too many cars دي كلها او اسماء تعد او plural اسماء جن لكن too much او too much sugar too much tea too much tea too much coffee وهكذا دي كلها uncountable nouns اسماء لا تعد يبقى بجيب too many مع الاسماء الجن وجيب too much مع الاسماء التي لا تعد بمعنى too many بمعنى كثير جدا و too much برضو كثير جدا بس بتيجي مع uncountable nouns او الاسماء التي لا تعد يلا بقى نشوف مع بعض الديالوج انا عارف ان سؤال الديالوج ناس كتير اوي بتشتكي ان سؤال الديالوج بيبقى صعب تعال نشوف مع بعض كده how to answer this dialogue ازاي نجاوب محادثة زي دي لازم الاول اقرأ المحادثة كلها يعني ما يجيلي سؤال محادثة المفوضة اقرأ اقول الاخر لازم ابقى عارف ازاي اعمل نصيحة ازاي how to reply لو حد حتى ما صحني ازاي ارد عليه ازاي انا اطلب من حد نصيحة الحاجات دي والمادة بتاعتنا ياولاد مادة ممارسة يعني حاول دايما ان انت تحل عليها كتير حاول تتدرب عليها كتير انت كتير قول الاكسبريشن زي احنا عمان نقولها دي كتير هتلاقي نفسك بتحل المحادثات بمنتهى السهولة تعال نشوف مع بعض كده عندي اية في الديالوج في المحادثة بتكلم نادا بتقول لها do you know dots to achieve the best results in exams بتقول لها انت تتعرفي ازاي احقق احسن نتيجة في الامتحانات قالت لها sure i'll tell you انا هقولك بعد كده اية بتقول اوكي انا بسمعلك قوليلي كده فقالت لها you shouldn't dots up too late at night المفروض ما تسهريش اوي الوقت متأخر بالليل في اول موقع do you know do you know do you know how to achieve the best results in exams تعرفي ازاي كيف احسن نتيجة في الامتحان بتقول لها sure i'll tell you you shouldn't stay up بمعنى تسهر كلمة should او shouldn't بيجي بعدها المصدر you shouldn't stay you shouldn't stay up too late at night بعدها بعدها في المحاطسة برضو اية بتقول what else اعمل ايه تاني قلت لها you should take a 10 minute نقط and do some not take a 10 minute ايه لسه اينا من شوية a 10 minute break يعني تغضي راحة لمدة 10 دقيقة مثلا بين المذاكرة بتاعتك او بين الدروس بتاعتك and do some exercise وتعمالي تمرينات وممكن على فكر اقول do some revision يعني تعمالي مراجعة تراجعي على الدروس بتاعتك يبقى دي كانت biolog محادثة about how to ask for advice ازاي نطلب نصيحة and how to give advice وازاي نقدم نصيحة لحد يلا نبدأ مع بعض بقى اسئلة multiple choice اسئلة الاختيار من المتعدد الاختيار من المتعدد ناخد بالنا ان مش بقاش داخلين ومفكرين ان الاسئلة كلها هتبقى على grammar بس لا بتبقى حاجات خاصة على vocabulary والحاجات اللي احنا قلناها تعاني نشوف مع بعض اول سؤال بيقول ايه هالا 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 نعم هالا المراجعة هالا انا هالا 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 دايما تعمل جدوى للمراجعة. يبقى دي نصيحة باستخدام يو شود. طب عايز برضو في ملحوظة عايز اقولها لكم في السؤال ده كلمة مع كلمة يعني كلمة نتعلم برضو ان هي اللي بتيجي احيانا بيجي لي في الاسئلة لا اقول يعني يعمل جدول لكن ما ينفعش اقول لا اقول بيجيب هالف الاختيارات يقول لي هي عملت جدول مراجعة اقول لا يبقى جدول جدول بيجي قبلها وطبعا في الماضي تبقى ميد. يلا نشوف السؤال اللي بعدي. تنمت اخر قوي. شود ولا كود? شودينت? اكيد طبعا بينصح حد بيقوله لا يجب ان انت تنمت اخر او تنمت اخر بالليل. نقول ايه بقى طيب? يو شودينت اختار مكسرات او فاكهة هذه البدل الحلويات. واذ ولا انستيد? انست بدلا من. نكتبها في كرستنا بدلا من يعني ايه طرح اقول كلمة بدلا من انستيد او. السؤال اللي بعديه the next question. ناتس and fruit can improve your dots. المكسرات والفاكهة ممكن تحسن your moral memory, memorize or remember. ناتس and fruit can improve. دي ممكن تحسن فيها فيتامينات كتير فبتحسن الذاكرة. can improve your memory. على فكرة برضو عايزين نقول انها بمعنى ذاكرة. وبردو بتجيب معنى ذكرى. يعني مثلا انا ممكن اقول I have good memories. حد يقول I have good memories in Alexandria. انا عندي ذكريات حلوة في اسكندرية. يبقى memory هنا معناها ذكرى. يبقى memory بتجيب معنى ذكرى. او بمعنى the ability to remember. او the mental ability. القدرة الذهنية على التذكر. يبقى لها استخدامين اقولها memory بمعنى ذكرى. او بمعنى ذاكرة. السؤال اللي بعديه بيقول invite rhymes. بيقول اه اخترى او اغاني to help you dots information. تساعدك. moral memory forget or remember. to help you remember information. تساعدك في تذكر المعلومات. دي طريقة من طرق المراجعة او طرق المذاكرة ان انت to invent rhymes. بتقلف اغنية كده او نشيد على الجزء اللي انت بتذكره. to help you remember information. يساعدك في تذكر المعلومات. برضو عندنا سؤال تاني بيقول the children wrote their names on dots which they put on their school books. the children wrote their names on stamps, labels, posters or vans. the children wrote their names on yes on labels. بكتبوا اسميهم على القصاصات. today we discussed النهاردة نقشنا معاكو unit 11 entitled how to do well. اتعرفنا النهاردة على how to ask for advice ازاي نطلب نصيحة and how to give advice وازاي نقدم نصيحة الحد. dear friends thank you for watching and see you next time.